السلام عليكم الفيديو ده حل لمشكلة ظهرت مبارح 3 مرات لا لا 4 مرات بالزبط مع عملائنا اللي بيلعبوا بالهاك طبعا حساباتهم لما وصلت 100000 جنيه على منصة وانا اكسبت اتقفلت فدي كانت مشكلة وفعلا متخصص الحماية دخل وشاف الدنيا لقوم فعلا نغيره بعض التحديثات في الامان عندهم فعشان نتغلب على المشكلة دي فيه طرق محينة وهي انك تاخد قود كبير كل ساعة خلينا نشوف القود دي مثلا القود دي كده تقدر تيجي تدخل هنا 4 57 فلنفترض ان انا هطمع في القود دي وهاخد اكس اربعة زي اخواتنا اللي عملوا كده مبارح وحساباتهم تقفلت مع اني نبهت تطلع اكس اتنين اكس تلاتة او على الاقل بعيدة عن المكاية اللي هتنفجر في الطيار خلينا اطلع كده طبعا كسبتنا دلوقتي 118 الف جنيه ايه اللي قفل حساباتهم يا اخواننا اللي قفل حساباتهم ان الناس دي جت تعمل كده القود دي واحد ثمانية وعشرين كان بيدخل القود دي كمان ويطلع يعني يطلع عند واحد بوينت مثلا واحد بوينت وان ويطلع القود اللي بعدها مثلا خلينا مس انفجرت اي واحد ثمانية وعشر القود اللي بعدها مثلا اثنين واربعتاشر بيدخل يعني انا لما كلمتهم وقلت لهم ايه المشكلة او انتوا عملتوا ايه طريقة لعبك لقيت انهم بيلعبوا بطريقة اصلا بتثبت انهم هاك كان بيدخل كل الجولات الاربع اشخاص اللي اتقفلوا بيرتكبوا نفس الخطأ منهم اخ كان بيطلع لحد اكس عشرين بيقولي انا بستنى لقودات الكبيرة بس اكس عشرين واكس تلاتين ما بدخلش لقودات الصغيرة ويعني انت بالله عليك قود زي دي طبعا اكيد محدش بيدخلها فطبيعي النظام هيشك فيك ويقفلك حسابك يا اخوانا اللي بيلعب بالهاك سواء كان طمع او مش طمع يركن العطفة بتاعته دي على جنبه خالص ويلعب بالكلام اللي بقولك عليه تلعب بالهاك تحدد ما تخليش الطمع يسيطر عليك ايوه انت معاك هاك اه انت بتكسب ولكن حسابك هيتقفل بكل الفلوس اللي عليه وبعد كده تطلع تقول مين يسلفني افتح حساب جديد عشان العب بالهاك واعمل رسمالي الهم يا جماعة الفيديو ده بتاريخ النهاردة الحد اربعتاشر اربعة وده حل للمشكلة عشان محدش يسألني بالنسبة للناس اللي عاوزة تشترك في الهاك اه يا اخوانا احنا بنتابع السيستم يعني كل الناس اللي دخلت واشتركت احنا بنفعل مباشرة انت خلال ساعة بالكتير جدا لما انت اخر وجهتك اي مشكلة ادخل كلمني ادخل كلمني على حساب التليجرام اللي انا سيبقلكم في القناة اه غير كده بالله عليك يا اخي متضيعش وقته وقتك اه المهم اتمنى تكونوا الصغيرة واضحة كل سنون طائبين خلينا نشوف القول الوحشة دي ونقفل السلام عليكم